الاعلام الناشط التابع لمجلس الوزراء مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار اللي مطلع النهاردة تقريره 152 للرد على الشائعات عندنا شائعات كتيرة النهاردة رد عليها المجلس بتكلم على تأخر وصول شحنات القمح المستورد لعدم السادات بينفي ده بينفي ان هناك سوم صيني توم صيني يعني مصارتا بالأسواق بينفي ايضا عقد امتحان المرحلة الابتدائية شفويا وبينفي المركز اجبار وزارة تربية والتعليم طلاب الدبلومات على اعادة تسليم التابلت وبينفي ايضا الغاء منصب وكلاء الوزارة بالتربية والتعليم بالمحافظات بداية من يناير 2019 وبينفي ايضا تغيير المسمى الوظيف للمعلمين وبينفي ايضا زيادة اجور بعض الاهمة دون غيرهم في يناير المقبل وبينفي تأخر وصول شحنات القمح المستورة دي اللي قلناه فيه الاول اما فيما تعلق بالشائعة اللي منتشر اوي على الفيسبوك لدرجة الواحد ببتدى يدخل ويقول للناس الحكومة نفت ده هي اللي بيكلمه على بنزين 95 وانه هيرتفع من اول يناير القادم الحكومة تم في نفي تام اه صحة هذه الانباء ويعني 95 ولا غيره بالمناسبة يعني المعلومات الرسمية ان من واحد سبعة 2019 ده الكلام الرسمي اللي احنا عارفينه اللي هترتفع فيه او يقل فيه الدعم عن المحروقات اللي هو البنزين والكهرباء وبالتالي احنا عمالين يصدق شائعات بالشكل ده ده علشان نزل نوع جديد من بنزين 95 والكل عمال يقولك طب ده بنزين 95 طب 92 ايه الناس يعيني عارف شكة في صوابح ان اي حاجة بيصدقوها فيه ارتفاع اسعار لكن كان الله فعون مركز اه اه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بيعمل دور الناشط لان كم الشائعات على مدار اليوم كثيرة جدا كثيرة للغاية بس نرجع ونؤكد او ننفي اهم خبر وردة اه في بيان المركز النهاردة اه ان مجلس الوزراء بيعمل في صدور اي قرار بشأن اسعار بنزين 95 او غيره ده كلام يا اخواننا مهم جدا ولازم نصححه على صفحات اه ومواقع التواصل الاجتماعي لانه غير عائي عايزة روح